أنا أشوف بعض الأشخاص يعني مثلاً يستغل المواقف لكن بطريقة سلبية إنه يقول لك والله خلاص نسوي لك إعلان إن شاء الله مننا حاجة أبلانية هنا الفرق يا فارس أنا أتكلم الشركة يوم دخلت في المبادرة هذه دخلت من جانب إنساني ما دخلت من جانب تسويق رح يجزوا منه تسويق لكن دخلت من جانب إنساني الآن هذه الأخيرة السابق لا كلهم استغلوا الحدث اللي لم يدخل في جانب الشركة وكلهم دخلوا تسويقياً أنا أكصد إنه البعض بإمكانه أنا بإمكاني كفارس أشوف ياسير مثلاً طاح في موقف أقول مني أنا خمسين ألف ريال مو كل شيء يصدق الإعلام ترى في خطايا يقدر ترسكيهم الآن ترسكيز أعلى الطاقية هذه على الشركات وعلى فارس السيد في نفس الوقت ترى برضو ترى مو كل شيء ترى مؤامر يعني أنا ما قصدت لا أنا ما أكصد كلامك إنه لما إن واحد يطلع ويصرح فأنت تعرف إنه مو كل شيء يصدق ولا كل شيء يكون مؤامر أكصد المحنكين اللي أوه أكصد بالله ملعوبة والله بصدر لا لا عبد الله ورج عليك ما عليش اسمح لي أنا ما بتكلم عليك إنت لا لا أرج عليك الحمد الفيد يوم قال عامل الذحب طيب كيف تصور؟ كيف؟ كيف طبع المكتع؟ جوال كيف عرف إنه فعلا صاحب الذهب يعطي للعامل سبحان الله العظيم يا أخي العامل ما ندخل في النواية نظرة شفقة يا أخي تأمل في الذهب عبد الرحمن المواقف كثيرة لكن 90% ما طلعت طيب أنا بس أكس من الناس من الناس رغبتهم في الأجر لكن ما عليش لما نشوف قدام عيوننا يعني عامل يعني يفكر بالذهب هذا يقول يا أخي طيب أنا بس أكس سؤال سبحان الله صور وطلع المقطع عبد الله بس أكس سؤال نفس الموقف لو انتشر مقطع الواحد جاء يصور شاب ينظر قهوة القصيم خلطة طيب 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 مرة مستنس طيب وقد يقول له ترى غالية عليك الله يرضى عليك راح بيتكم وانت شفت المقطع كصاحب منتج ما أول شيء يمكن تسويه؟ أنا ممكن أجي بدون تسويه إذا أريد أن أجمع عند الله سبحانه وتعالى ما تسويه؟ ما تسويه؟ أنت عندك منتج لا 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 في الأخير الناس قد تتكلم تقول والله حرام ما يقدر يأخذ حلو حلو طيب أنا أنا أستثمر لا أستثمر أستثمر هذا الحدث بإني أجيبه أكرمه وأقول للناس صاحب المنتج على فكرة هي ميت تبرع حلو أن هذا المنتج يستاهله شكرا طيب دقيق و هذا اللي يصبح دقيق و رأيت الرجل يصور هذا و لم يصورني طبعا لكنه لا يستطيع أن أحصل عليه صح أو لا؟ أنا أبغل أجر بعد التصوير عبد الله لن تكون مثاليين لا أنا أبغل أجر أمني أجرب أجرب دعني أكمل كلام ما هو مشكلة أجرب الأجرب عادي عادي أكمل كلامي يا سف أنا أعطيه المنتج حلو وأقول له لا تصوير ولا شيء يا سلام عليك دقيقة دقيقة أسألة 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 أعطيت المنتج بدون تصوير بدون شيء أنا نتصافي حلو ماشى الرجل حلو طلعت اللعلام وتكلم و قال والله نسويت و جصها المنتج الله يبين وجهه و يبارك له و يعطيه العابية وسواها يا سلام في شركات كده حلو بس في اتفاقية يا عيوني في شركات كده هل إذا هو نوع موضوع التسويق يطيع عنه موضوع الجانب الإنساني؟ لا بالتوازي يعني أنا بدخل موضوع جانب الإنساني و بدخل التسويق لا يعني مثلا أنا بدخل خطأ يا جماعة مو خطأ يا عبدالله عبدالله في شركات نفس الحلقة سوى أنا نتكلم عن مصر تسويقي الآن ما نتكلم عن تسويقي عن دقيقة بس في شركات واحد مثلا ينكسر جواله صار مش عارف إيش جد شركة عطته ما أعلنت صار عادي سنتكلم هذا مو غلط وهذا مو غلط يختف المعام يختف المعام يختف مئة 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 درجة طيب عبدالله بس دعنا نسمع رأي مجدي بالموضوع يا جماعة الخير ما هو موضوعكم اليوم؟ أهدي موضوعكم هل هو في أن هذا رزق ساقه الله إلى هذا الرجل أم أنتم تتكلموا على تريند رأيك بالتريند بشكل عام أنا رأيي على التريند بصفة عامة أنه يجعلنا نوصل للناس في تريند يكون طيب يا سلام هذا أول شيء الشيء الثاني أنا أرى أن الشخص هذا رزق من الله سبحانه وتعالى جاله لماذا؟ لأن الرجال الآن عدى مرحلات أن الناس كانت تعطيئة أو أن الناس تقدم له مساعدة أو أن الناس تقدمت متيسر عليه موضوع الزواج يعني اليوم كنت أقلب في تويتر شفت له إعلان عن منتج منتج معين فهذا أيضا من باب التيسير من باب أن الرجل هذا وصل للناس وصار هو الآن حديث الناس فهذه الشركة استثمرت هذا الشيء معه وبدأ يسوء معه إعلان ففي النهاية والله أنا أشوفها أنه زي ما قال ياسر في البداية أنه هو يعني ذكاء من الشركات ورزق من الله جال الرجل ذا هو ممكن الله عالم بنيته ولهذا الأمر ربنا هيأ له كل هذه الأسباب اللي قاعدت تصير معه الآن فعشان كده الرجل يعني قال عليه أنه يعني ينتهز هذه الفرصة زي ما أنتوا قاعدين تقول على موضوع أنت هذه الفرصة أنه هو ينتهز الفرصة هذه ودام أنه أنت ربي يسر لك هذه الأمور كلها تزوج لأنه أنت ستيجي بكرة النهر ممكن الأسباب دي كلها ما تهيئ لك من جديد ترجمة نانسي قنقر